من خلال استعراضنا لتغريدة السيد الصدر هل تعتقد أن المرحلة المقبلة ربما ستشهد تحول النزاع السياسي البارد إن صح التعبير إلى سلاح ساخن أو إلى صراع ساخن ومسلح لا حقيقة من المستوى بعد أن تصل الأمور إلى هذا المستوى لأن كل الطرفين يحملان يهم الوطن لديهما مشروع يطرحان رؤية لأجل أنه تجاوز أخطاء الماضي فمن غير المعقول أن تنجر الأمور إلى صراع مسلح نعم هناك تحدي كبير بين الطرفين المفروض أن يتحول هذا التحدي إلى تنافس إلى أن تستوعب العملية السياسية أو السلوك السياسي ينبغي أنه أن ينقل هذا التحدي إلى تنافس وإلى تفاهم وإلى بالتالي توافقات سياسية ولو في الحد الأدنى أن سبع تماماً أن تنجر الأمور إلى صراع مسلح نعم ربما تشتد الأزمات ربما يستمر صراع السياسي بدون توصل إلى نتيجة حاسمة لكن أن تنخرط البلاد إلى صراعات مسلحة أعتقد هذا أمر مسابعة سيما وأن الناس لديها وعي سياسي ناضج يعني صعوبة الآن أن تجر أي مجموعة سكانية سواء داخل المكون بقية المكونات أن تقنحها بأن تنخرط في صراع مسلح مع طرف آخر الناس الآن لديها وعي سياسي ناضج من فتحها على هذا العالم العالم على الترنيات تحولات التي رحضناها في حراكة شرين تؤشر لأنه نضج الوعي السياسي للجمهور المفروض حقيقة هي المفارقة المفروض أن تكون النخبة السياسية تستوعب وتكون هي الأنضج لأنه هي التي تقود لا يبغي للجماهير أن تقود النخبة السياسية المفروض النخبة السياسية هي من يقود الجمهور إلى آفاق مشرقة إلى حلول سلمية ترجمة نانسي قنقر